احتفالا باليوم العالمي للتسامح نظمت سفارة مملكة البحرين في العاصمة البريطانية لندن فعالية حضرها جمع كبير من الضيوف على رأسهم المبعوث الخاص للمملكة المتحدة لحرية الأديان الفعالية تم تنظيمها تحت إشراف السفير البحريني للعام الرابع على التوالي المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا من لندن كنزي محمود أقامت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة احتفالها السنوي الرابع بمناسبة اليوم العالمي للتسامح برعاية معالي السفير الشيخ فواز بن محمد الخليفة وذلك لعرض تجربة المملكة المميزة ومبادراتها الرائدة في مجال التسامح والتعايش والتعدد الديني والمذهبي وكان محور الحفل هذا العام مرور مئتي عام على تجشين المعبد الهندوسي بالبحرين والذي ربما يعد أقدم معبد هندوسي بالعالم العربي وبهذه المناسبة ألقى السيد رحمان تشيشتي المبعوث الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة لحرية الدين والمعتقد كلمة خلال الحفل بأن على المملكة المتحدة أن تعمل على الاستفادة من تجربة مملكة البحرين الغنية في مجال التسامح بين الأديان حيث كان قد اطلع خلال زياراته للمملكة على دور العبادة والتقى بممثل جميع الأطياف والأديان وأشار بأن من ضمن الأمور التي أدهشته هو العمق التاريخي لتواجد تلك الأديان في البحرين وامتزاجها بشكل جميل وذكر مثال بأن تاريخ إنشاء أول كنيسة في البحرين يعود إلى عام 1893 كما يعود إنشاء المعبد الهندوسي لقرنين من الزمان وغيرها من دور العبادة القديمة والتاريخية لمختلف الأديان ودعا للعمل المشترك بين المملكة المتحدة مع مملكة البحرين لتعزيز الحريات الدينية وثقافة التسامح في العالم رؤية التعايش المتبادل والتسامح بين الأفراد من جميع الديانات بالبحرين كان شيئا رائعا حقا لديك معبد يهودي غير بعيد من المعبد الهندوسي وهناك السفير البحريني للولايات المتحدة يأخذك في جولة سياحية وهو من أصل يهودي فتسأله هل بإمكانك ممارسة ديانتك بحرية ويرد بالطبع؟ كما أشادت شيشتي بزيارته الناجحة إلى مملكة البحرين خلال شهر أكتوبر الماضي التي تعتبر أول زيارة رسمية له خارج المملكة المتحدة وذلك تقديرا لجهود مملكة البحرين في مجال التسامح بين الأديان واستقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه له في اجتماع وصفه بالمثمر حيث نوه بأنها قد تمكن من خلال هذه الزيارة الاطلاع عن قرب لتجربة مملكة البحرين الرائدة في المنطقة لتعزيز التسامح بين الأديان وبخاصة من خلال إعلان مملكة البحرين الذي يسعى لتعزيز السلام والتسامح والتعايش ليس فقط في البحرين بل عبر العالم البحرين تلعب دورا هاما بالمنطقة بنشر التسامح بسبب مجتمعها المتعدد الثقافات والديانات أسرتي تعيش بالبحرين منذ 1933 وهذا يدل على عدم وجود أي مشاكل أما جاشن مال فأكد على كونه بحرينيا مئة بالمئة رغم أصوله الهندية وشكر جلالة الملك البحريني على مساعدة ودعم أسرته عبر السنين البحرين تعتبر رائدة في تعزيز التسامح بل حرية ممارسة الأديان أيضا فهي تعطي الحرية للأشخاص لعبادة ما يريدون وهي دولة متفاهمة وقد حضر الحفل عدد كبير من النواب والأكاديميين والإعلاميين والمهتمين في المملكة المتحدة إضافة إلى البحرينيين العاملين في بريطانيا وذلك لما تمثله هذه المناسبة من أجواء احتفالية تعزز مبادئ التعايش والتسامح والتي تبرز الاهتمام الذي توليه البحرين في مجال نشر ثقافة التعايش بين الحضرات والديانات والتي تتميز بها المملكة منذ مئات السنين وقد قامت السفارة بتوزيع نسخ من كتيبات تضمنت معلومات حول ما قامت به مملكة البحرين في نشر ثقافة التسامح بين الأديان ومواقع دور العبادة إضافة إلى نسخ من إعلان مملكة البحرين على الحضور في الفاعلية تحت رعاية سفارة مملكة البحرين ينظم هذا الحفل برهانا على ثقافة التسامح وحرية الأجانب داخل المملكة كنزي محمود قناة مملكة البحرين لندن